علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في كل مرة يغرد فيها أو ينشر صورة يجد منتباه محبه ومنتقديه على حد سواء فكيف إذا كان الموضوع له علاقة بالرياضة علاء نشر صورة لحضوره مباراة للمنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا حاليا ونشر المغردون صورا له خلال هذه المباراة مباراة مصر والكونغو غرد مبارك قائلا خلال وجوده في المباراة من مدرجات تلت شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم الجدل لم يكن هنا وإنما بعد المباراة حيث قال علاء في رد على إحدى التغريدات إنه سيتابع المباراة من شاشة تلفزيونه في المنزل وأشر إلى أن أخاه جمال أيضا لن يحضر بقية المباراة علاء تهم موقع تذكرتي وطلب توضيحا حول ما وصفها بالمراوغة مع أخي جمال مبارك في تسليم التذاكر كما أشار في تغريدة أخرى إلى حضر المنظمين لبطاقة المشجعين التي يحملها وقال أحد الأصدقاء قال لي بعد المباراة أن بطاقة المشجعين تعامل عليها حذر والحقيقة مش فاهم ده معنائه ليه الشركة المنظمة عملت علي حذر ولو الكلام صحيح معناه أني لا أستطيع شراء أي تذاكر أو حضور أي مباراة في البطولة وقال عن أخي جمال أنه لن يتمكن من حضور مباراة الكونغو وأوغندا على الرغم من أنه اتبع كل التعليمات المطلوبة واستلم بطاقة المشجعين الخاصة به وبزوجته وابنته ودفع ثامن تذاكر مباراة في الدرجة الأولى ولأكثر من أسبوع حول استلام التذاكر والشركة تمتنع وتراوغ من دون أي توضيح على حد قول علام الحديث عن احتمال وجود قرار بمنع علاء وجمال مباراة من حضور المباريات كان له صدا على وسائل التواصل الاجتماعي صحفي وائل قنديل قال أنت بتخيل أن المنتخب اللي جمال مبارك مش عارف يشتري التذكرة لتشجيعه كان اسمه في إعلام النفاق في يوم من الأيام منتخب جمال وعلاء مبارك وبيغنوله زي ما قال الرئيس مبارك منتخبنا كويس جمايكا تقول معقول البرينس علاء مبارك ينتظر توضيح من شركة تذكرتي علشان يحضر مباراة لا ولا عجبته لك يا زمن حساب يسمي نفسه صباح الفل قال في ناس في عهد أبوك كانت عايزة تذاكر بس للعلاج مش للكورة دينا فهيم تقول كيفاء أن المنتخب والناس تعرف أنكم ما زلتم في ظهر منتخبنا ولكن سياسة الدول الحمقاء منعتكم من الحضور كل شيء وله آخر هما كده وصلوا لمرحلة متحكة تدل على التخبط وعدم الاتزان والخوف من الآخرين وانتوا برضو ليكم شعبياتكم والناس بتحبكم بعد فوز مصر على أغندا نشر على مبارك صورة لوالده ووالدته خلال حضورهما مباراة في كأس أمم أفريقيا في عام 2006 على ما يعتقد وعلق عليها مبروك لنا وجميع عن فوز منتخبنا الوطني وكل التوفيق للفريق في المباريات القادمة إن شاء الله أيضا الصورة فهمها البعض على أنها رد فعل غاضب من علاء بينما انزعج البعض من مؤيدي الرئيس السيسي منها هذه نماذج مونة علي تقول تقول له لعلاء تعلق عليه طيب إيه معنى الصورة دي؟ حضرتك الرئيس السيسي هو رئيس مصر هو علاء رد عليها قائلا يا أستاذ مونة دي صفحتي وده حسابي في تويتر وده صورة والدي فين المشكلة مع احترامي لحضرتك غالبا يقول أحد المعلقين شريف حامد غالبا الصورة دي من كأس 2006 باتزامن مع غرق عبارة السلام الوقت اللي اتاخدت فيه هذه الصورة دي كان فيه 2001 بيغرقوا في البحر يا أستاذ علاء أما أيضا هناك من اقترح أو امتدح التغريدات وامتدحها مبارك يقول يا يوم من قيامك فعلا يا رئيس احنا بجد بعدك تبهدلنا قوي وتزلينا قالوا عنك بتسرقنا طيب اسرقنا والنبي ورجع تاني يخاطب مبارك أحمد قال لو تعليقات دي كلها حقيقة يبقى الناس دي عندها خلال عقلي أكيد